كابتن أحمد نروح لمتخبنا الوطني الأول اللي تقريبا قدامه تلت ساعة نص ساعة بكتير ويصل إذا كان وصل يعني إلى كود فور وبداية رحلة البحث عن البطولة رقم 8 في كأس الأمر الأفريقية أعتقد من فترات كبيرة ما روحناش بأمل كده يعني أعتقد إيش معنى المراضي؟ يعني أولها موزنبيق موزنبيق ما بتقعش معنا الحمد لله بناخد البطولة يمكن الفرقة إلى حد ما أنا شايف أنها متكملة ما نقصهاش عناصر واضحة كبيرة جدا البطولة اللي فاتت واللي قبلها يعني 19 واللي كانت هنا كانت مخيبة للأمال بعدها يمكن 21 و23 بطولة وصلنا للنهائي وصلنا من السنغال بطولة تانية برضو اللي قبلها عملنا بطولة كويسة جدا يمكن ماشيين بطريقة مميزة حتى في المتشاط الودية هتقول لي بنلعب فرقة كبيرة فرقة صغيرة حتى ماشي الجزائر كان من أحسن المتشاط اللعيبة عندها أعتقد فرقة زي ما بيقولوا كاننا الأول بنقول فرقة صلاح لا أعتقد إحنا عندنا أكتر من لعب مرموش لعيب جيد جدا مصطفى محمد لعيب جيد تريزيجي طبعا لعيب جيد في الأول وفي الآخر آه صلاح قامة كبيرة جدا في المنتخب ولو طلع هنتعب أو لو مش موجود معنا هنتعب وهنتعب قوي إنما وجوده بيتقلنا في الملعب زي موجود بيتقل منتخب السنغال زي موجود في الجزائر مثلا عندك بسم الله الرحمن الرحيم رياض محرز فيه في كل فرقة بيبقى فيه أيقونة أعتقد إن صلاح هو الأيقونة بتاعتنا خط الدفاع والحراسة أعتقد يعني من فترات كبيرة ما لقيناش المنتخب بالقوة دي وبالقدرة دي دفاعيا ووقفين على الرجلون كويس ولعيبة كويسة جدا نص الملعب يمكن أنا شايف إن عندنا لعيبة تقدر تلعب أربعة تلاتة تلاتة زي ما مستر فيتوريا عايزها اللي هي أربعة تلاتة تلاتة فلات بحيث إن يبقى عنده واحد ستة سابت بس والثمانيتين هما اللي طيرين وهم اللي بيهاجموا دي من فترات طويلة ما ما كانش عندنا الناحية دي فبيبقى فيه ترابط كبير بين الثمانية وبين حداشة أو ثمانية وصلاح وبين الثمانية الناحية التانية وسبعة اللي هو مثلا سي تريز جي أو سي أو عمر مرموش فالحاجات دي كلها ما كانش عندنا هيدرز ما كانش عندنا واحد بيعرف يجيب يجوان من برافو عليك في الصندوق بدماغه مصطفى محمد بيوجدها فأنت لأ أنت عندك حلول كتير جدا جوا الملعب وأعتقد الفرة كويسة مدير فني كويس تطلعاتنا بقى احنا عايزين يعني عايزين نعمل حاجة كتير بقى لنا كتير من 2010 ما عملناش حاجة يمكن وصلنا كاس عالم في 2018 إنما بطولة أفريقيا عصية علينا فأعتقد لأ يعني تطلعاتنا احنا أكتر وإن شاء الله ربنا يكتب لنا الخير فيها بأمر الله مباراة تنزانيا هل شايفها تحضير جيد لما هو قادم يعني مناسبة للرسل أغدر مناسبة لموزنبيق يعني مش عقول غانا يعني لا لا بعيد عن غانا خلاص إنما بين تنزانيا وموزنبيق أعتقد ده تصنيف رابع وده تصنيف رابع يعني الدنيا مش بعيدة الفرقة برضو معظمها مش كويسين قوي ولكن هما هنقابل زيهم يعني أنا شاف إن موزنبيق هتبقى زيهم تقريبا ماتش تحضيري الناس زعلان احنا جايبين تنزانيا آه جايبين فرقة جايبين فرقة جايبين فرقة نفوق عليها يعني بكورة كده جايبين فرقة نكسبها ونفوق عليها ونلعب عليها كورة ونروح مرة واثنين وثلاثة ولو لك إحنا جايبين فرقة أو كل حاجة ولكن إحنا ما لعبناش على رغم إن أنا شايف إن مثل هذه المباراة ما بتبقاش إلا أكتر منها تحضيرا بدنيا وزهنيا أكتر من فنان بكتير بالظبط أنت بتجمع اللعيبة كانوا بلعبوا كلهم بس بتقرب اللعيبة مع بعض بتخليهم يلعبوا جايب مع بعض مفتوح خلي بالك كل لعيب مش هيطلع مية في المية من عنده عشان بيخاف يخاف قبل بطولة كبيرة زي دي يتصاب إصابة تبعده عن البطولة فما بيقدمش مية في المية من مردوده عشان كده برضو يبقى فيه نسبة خوف لسه ما فيش ترابط فأعتقد لأ أنا شايف إن اللعيب المقادش ده بالنسبة لنا إحنا جايبين فرقة زي ما بنوها عليها بالبلد كده نفوق عليها قبل البطولة وده اللي كان نفسيا وفي نفس الوقت في الملعب يبقى فيه ترابط من بين اللعيبة وبعضها ولكن برضو خلي بالك فيتوريا هو بيتكلم قالك إيه قالك إحنا جايبين فرقة هتتكتل دفاعين وأنا كنت عايز كده أكيد من الناحل الفنية يعني أكيد أكيد هو أي فرقة من المستوى الرابع أو التالت هتيجي تلعبك في استاد القاهرة وتحضيرا لبطولة زي بطولة أفريقيا أعتقد إن هي كل اللي هتعمله إن هي هتتكتل وتلعب على المرتدات وده هيحصل في موتشات كتير جدا هناك عشان كده كان لازم يؤديه قبل ما يسافر وأعتقد إنه النجح فيه بدرجة كويس شكل جيد جدا طيب أنا هسألك سؤال مباشر طيب مش كان غريب إن هو يلعب محمد صبحي جدا طيب جدا سأقول لك ليه غريب آه يعني إيه القصة في إن هو غريب ليه وليه ما لعبش بحق يعني مش فهم طيب بالراحة كده كل التلاتة بلعبه الشناوي أحمد محمد الشناوي أبو جبل التلاتة بلعبه الوحيد اللي بها له أكتر من شهر ونص ما بلعبش محمد صبحي أدي رقم واحد رقم اتنين فجهزوا على أحساب المنتخب يعني أنا أفهمك برضو ماتش تلانزانيا مش هاي ليفل ماشي يعني أعتبر مدر يعني متوسط تمام أقل من متوسط أو ماشي أقل من متوسط محمد الشناوي مش سليم أحمد الشناوي مش سليم 100% أبو جبل كده كده بيلعب كل 3-4-5 يام مباراة في الدوري في الدوري محمد صبحي بقاله فترات كبيرة ما وقفش تحت 3 خشبات هتقول لي ما ده الترتيب الرابع بس ممكن يحتوي احنا في الطولة من البطولات في 2017 في 2017 ابتدنا بالشناوي نزل شريف إكرامي تعور كمل عصام الحضر بالضبط فانت ما تقدرش تحسب لها عشان كده لازم الأربع يكونوا جاهزين نهيك انه هو عايز يطمن هو متأكد من التلاتة التانية فشايف ان محمد صبحي بقاله كتير ما لعبش قديله يفوق مع الفرقة ويفوق مع التلاتة الأساسية أو التلاتة اللي ترتبهم أعلى منه دي وجهة ناظري اللي أنا أعتقد وأفكر فيها بس إنما كورة لا هو المفروض ما يبتديش بي يعني خلاص الشناوي مش سليم والشناوي التاني مش سليم يبقى أبو جبل اللي لعب ما فاش كلاه ما فاش كلاه ما فاش كلاه ما فاش كلاه لان انت ممكن لقدر رضا لا يعني هو هو معلش هو لو خير في إحدى المباريات القادمة مهما كانت اسم المنتخب اللي بتلعبه وخصوصا مثلا بعيدا عن أي شيء لو خير إنه هو يلعب محمد صبحي أو أبو جبل في مباراة موزنبيق هيختار يلعب بمين طبيعي أبو جبل رجليه في الملعب بقاله فترات كبيرة بعيدا عن رجليه في الملعب هو الخبرة والمتاعية كل حاجة كل حاجة كل حاجة ترجح أبو جبل دايماً هيبقى محمد صبحي هو الاختيار وهنا أنا ما بكلمش محمد صبحي علشان هو حارس مرمى لا لا نتكلم كورة بعيدا عن أي شيء والله محمد من حراس المرمى الجيدين جدا 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 ولكن ليس لها علاقة يعني أنا كنت من الناس المطالبين أنا وجهة نظري أن محمد عواد كان يبقى موجود في المنتخب بعيدا أكيد بدلا من صبحي أكيد كان لابد أن محمد بدلا هجيب محمد صبحي لا يبقى الأحسن لا تجيب عواد الأحسن لا تجيب بسام يعني دول الاتنين دول كان يواستحق مش بسام كمان مهدي سليمان مهدي رائع مهدي وبسام ماشيين على أحسن ما يكون في الدولة شايلين فرقهم بالضبط يعني ما كنتش هجيب صبحي يمكن أنت أخذ صبحي عشان تبني خبرات ليه فيما بعد إنما أعتقد أنه بجاه الصبحي اللي جاي مثلا ممكن الله أعلم بص ما تضمنش إنما هو في العموم ما كانش حقه ينضم بسرعة حتى لو هو واسق في إمكانياته ولكن في الفترة اللي إحنا فيها دي أنت بتشوف كمدرب منتخب أحسن أحسن وقت في اللعيبة فأنا شايف إن كان بسام أو مهدي واحد منهم لازم يكون متواجد يكون أفضل وأفضل لكن عموما في النهاية إحنا في دارة انتخبنا اختيارات هو اللي حيث